أهلا بكم أدانا جلالة الملك عبد الله الثاني في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في شمال سيناء وأودى بحياة أكثر من 300 من أبناء الشعب المصري وأكد جلالته تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف جميع الناس دون استثناء على صعيد متصل استنكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على لسان غبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفولوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال أرواح الأبرياء وقال إن مثل هذه الأعمال مرفوضة من كافة الشرائع السماوية مبينا أن تزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف وموسم الاستعداد للميلاد المجيد هو مخالف لكل الأديان التي تؤمن بالله الواحد إله المحبة والسلام